موسيقى مشاهدي قناة الأخبار المغربية أهلا بكم يعقيد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم اجتماعه نصف السنوي للمشاورات المغلقة حول قضية الصحراء المغربية وذلك بمشاركة المبعوت الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء ستيفن ديمستورا والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء ورئيس بعثة المينورسو أليكساندر ريفانكو وتاتي هذه المشاورات في سياق يتميز بدعم متزايد لمغربية الصحراء ولشرعية حقوق المملكة على أقاليمها الجنوبية ولمخطط الحكم الذاتي باعتباره الحل الوحيد لهذا النزاع الإقليمي الموروثي من الحرب الباردة كما يكتل الاجتماع في وقت لا تزال فيه مبادرة الحكم الذاتي المغربية تواصل حشد نزيد من الدعم القوي والفعال من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والتي تدعم في فئة كبيرة منها مخطط الحكم الذاتي المغربي متابعة لهذا الموضوع يسعدنا النص تضيفة في الستوديو المحلل السياسي عدل فتح نعوم أستاذ الكريم مرحبا بك أهلا وسهلا سيوسف مرحبا إذن مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة وحيدة حول قضية الصحراء قراتكم وأسباب هذه الجلسة الوحيدة التي يعقدها مجلس الأمن خلافة للدورات السابقة وكل ما كان مجلس الأمن يعقد جلسات متتالية ويعقد جلسة مشاورات ماراتونية كما يقال إلا وكان المشكل ما يزال معقدا وكانت الرؤية تكون أكثر غياما وأكثر ضبابية الآن جلسة وحيدة لأنه الأمر محسوم الأمر بات على بعد أمطار قليلة من أن يخرج نهائيا من الأمم المتحدة بأكملها يجب أن نستحضر أن هذه الجولة التي قام بها ستيفان ديمستورا منذ تعيينه عقب صدور القرار 26-0 جوج الذي يحدد له مهمته وسقفها ومجموع العناصر التي سينطلق من أجلها أو بناء عليها لحوى المحادثات مع الأطراف الأربعة للنزاع المفتعل حول مغربية الصحراء وصل إلى نتيجة مهمة جدا أولا في أشهر قليلة كان هناك تغير لموقف إسبانيا التي هي المفتعل لهذا النزاع وهي المسؤولة تاريخيا وقانونيا عن افتعاله بل إنه حتى وجود قضية مغربية الصحراء في اللجنة الرابعة التي هي لجنة صفية الاستعمار في الأمم المتحدة كان وجودا ملتبسا تسببت فيه إسبانيا لأنه في الحقيقة كما كان قد قال السفير عمر هلال أنه من غير المنطقي أن يستمر بحث هذه القضية في هذه اللجنة لأنه الاستعمار خرج في العام 1975 لأن إسبانيا لدى عودتها إلى جدة صواب واعترافها بجدية وأهمية ومصدقية الحكم الداتي كحل وحيد لإنهاء هذا النزاع المفتعل هي التي تملك سلطة التخاطب مع الأمم المتحدة ومع المجلس الأمن ومع المبعوث الأممي سيفان ديميسوراني القول أنه حينما نتكلم في اللغة الأممية عن الاستعمار فيما يتعلق بهذا النزاع المفتعل فالحديث وجودا وعدما هو عن إسبانيا إسبانيا هي الاستعمار هذا الكلام أعتقد أنه في تقديري كان قد قاله ألباريس حينما اتصل بسيفان ديميسورا عقب إعلان إسبانيا عن موقفها الجديد إذن الجلسة الوحيدة هي جلسة وحيدة لكن تجمع كما من الضباب ومن الغيوم التي كان في الماضي يحاول خصوم محتاطين الترابي أن ينتروها وأن يجعلها هي العباءة التي توجد تحدها مجموعة من القضايا ومن الملفات في مقدمتها التقييم أو التقدير أو التكييف القانوني لهذا النزاع المفتعل وتحته مسألة المحتجزين في المخيمات تندوف تحته تكييف هذا النزاع المفتعل باعتباره مسألة قليمية تصل بالأمن وبالسلم ومرتبط بالمخاطر الموجودة في الساحل والصحراء بل إن حل هذا النزاع وإنهائه في أقل أو في أقرب وقت هو إنهاء لكل المخاطر المحدقة القائمة أو المحتملة إذن هناك سياق معين جعل مجلس لمنعقد جلسة وحيدة إذن اجتماع يأتي في ضرف خاص ويأتي أيضا في خضام تطورات كثيرة عرفها ملف الصحراء المغربية كالموقف الإسباني الذي أشرت إليه استنادا إلى كل هذه المعطيات كيف تتوقع أن تكون اتجاهات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وتحديدا في مجلس الأمن ومجلس الأمن في العادة أو الدول في الأمم المتحدة بشكل عام سواء على مستوى مجلس الأمن أو على مستوى الجمعية العامة مختلف الآليات والمؤسسات الأممية هي آليات جماعية المواقف التي تترجم أو التي تعبر عنها الدول في مجلس الأمن أو في الجمعية العامة أو في أي يعني حتى لجنة من اللجان الأمم المتحدة هي مرتبطة بمواقف هذه الدول على اعتبار أو باعتبار الروابط بينها وبين المغرب كآليات تنائية يعني كأطار تنائية للعلاقات حينما تستفسح إسبانيا عن موقفها هذا إسبانيا هي العين التي تنظر منها الأمم المتحدة وتنظر منها أوروبا وينظر منها مجموعة من الفاعلين إلى هذا النزاع المفتعل باعتبار أنه إسبانيا خرجت من الصحراء المغربية بعد المسير الخضراء بعد مفاوضات بعد مصار سياسي وقانوني خلال العام 1974 و75 و76 لكنها تركت البابة مفتوحاً أمام خيار الانفصال بل دعمته بل حاولت ما أمكن أن تدعمه حتى على المستوى الأوروبي وعلى المستوى هذا يعني التاريخ طويل عنه كما كانت إسبانيا تفعل العكس خلال 46 سنة الآن بموقفها الجديد سيكون له تأثير مباشر على أجندة المبعوث الأممي نفسه لأنه المشاورات أو هذه الجلسة التي ستعقد في مجلس الأمن هي مرتبطة مباشرة بالحصيلة الأولية للجولة الأولى لإستيفان ديمستورا إستيفان ديمستورا يقدم حصيلة غير مسبوقة لمبعوث أممي أن يأتي في أشهر قليلة بتغيرات جوهرية تتصل بمواقف دول ألمانيا مثل الذين إسبانيا أيضا يأتي في ضل حتى الموقف الذي جاء في القرار 26 سفر جوج الذي وصل دلوته بالتأكيد على سمو مبادرة الحكم الداتي كان هناك تطور حتى قبل إسبان قبل الموقف الإسباني كان هناك تطور متقدم جدا فيما يتعلق بهذا الملف أيضا مسألة المحتجزين والمسائل الأخرى المتصلة بالحقوق الإنسان وبالتنمية في أقاليمنا الجنوبية التي أشهد بها تقرير 26 سفر جوج وأكيد أنها ستضمن في هذه الجلسة وسيكون لها مبعدها على مستوى الترجمة العملية لأنه أي شيء سيخرج من مجلس الأمن سيواكبه تحول في مؤسسات أخرى داخلهم إذن جلسة وحيدة لمجلس الأمن يحضرها المبعوث الشخصي للمين العمل للأمم المتحدة ستيفان ديمستورا هذا المبعوث الأممي ترى هل لا يزال في خضم كل هذه التطورات في حاجة للدعم الدولي من أجل التحرك على أساس خلاصات قرار مجلس الأمن الصادر العام الماضي الذي يحمل رقم 26.02 أنا في تقديري أنه ستيفان ديمستورا ربما هذه من أنجح المهمات التي سيقوم بها في تاريخه الدبلوماسي أو التي سيختم بها تاريخه الدبلوماسي يعني الرجل الآن بلغ من العمر العوتية وجربت في ملفات كثيرة معقدة وشائكة آخرها كان الملف السوري بالطبع الحال الآن الولايات المتحدة الأمريكية بكل ثقلها مع الحكم الداتي ومع إنهاء هذا النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء بريطانيا أيضا لديها موقف واضح من مغربية الصحراء من خلال اتفاق تجاري المغرب البريطاني الذي يشمل الأقاليم الجنوبية وإعتراف ضمني من بريطانيا بشكل أو بآخر أيضا الموقف الأوروبي الآن الاتحاد الأوروبي بأكمله بعد الموقف الإسباني غير دفته بالكامل فيما يتعلق بالدعم الحكم الداتي كخيار إذن ستيفان ديم السورة هو أساسا ينجح في مهمته لاعتبارين أساسيين باعتبار هذا الدعم الدولي وهذا الخيار العالمي والكوني والأممي الذي يريد إنهاء هذا النزاع المفتعل لأن هناك ملفات أخرى وهناك توجهات للسياسة الدولية لا يمكن أن تتحقق ولا يمكن أن نذهب إليها إن لم ينتهي هذا النزاع المفتعل وهذا الرؤية على الأقل منذ العام 1998 عند الأمريكيين وفي العام 2009 و2008 يعني بمبادرات ستيوارت أيزنستات الذي كان وزيرا للخزانة الأمريكية على أيام بيل كلينتون منذ إذن والأمريكيون يقولون هذا الطرح يدافعون عنه أنه من أجل شراكة أمريكية إفريقية ينبغي إنهاء كل مشاكل شمال إفريقيا والحديث تحديدا عن أهم مشكل في شمال إفريقيا هو النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء يجب أن ينتهي هذا تصور الأمريكيين طبعا حينما نتكلم عن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والتحاد الأوروبي ضمنين نتكلم عن كل القوى الأخرى الفائلة نتكلم عن كندا نتكلم عن كل الدول هذه مواقفها تسير في هذا الواد يعني من يرسم لها المعالم هي هذه الدول الثلاث طبيعا الحال هذا دعم وزخم يجعل دميسورة يضيف العامل تاني في مهمته القائم على شخصيته هو الدبلوماسية وإمكانياته في التفاوض وقدراته على إدارة الشقتاني من التفاوض الشقتاني من التفاوض حول هذا الملف وأنه سيكون الآن أمامه المجال واسعا لكي يستبين من خصوم وحدتنا الترابية المغربية يعني من مرتزقة بوليزاريو ومن من صنعهم ما هو تصوركم عن الحكم الذاتي الذي ترفضونه ليس ما هو تصوركم عن استفتاء تتواهمونه هذا هو الآن الدفة التفاوض ستذهب نحو هذا الموضوع إذن يبدو بأن اتجاه الدول تذهب في اتجاه دعم مغربية الصحراء والطرح المغربي فيما تسبح الجزائر ضد الطيار يعني هذه الدولة إلى متى ستتحمل مسؤولية ما صنعته من أزمات ومن تهديد للأمن والاستقرار في المنطقة بافتعالها لهذا النزاع وبالتالي تحملها لتكلفة استمرار هذا النزاع أعتقد أنه ربما بعض النماذج النظرية التي تفسر سلوك الجانحين أو المجرمين هي التي يمكن أن يفسر بها هذا بعض الأفراد حينما يرتكب جريمة معينة أو جريمة بشعة معينة هو حتى في فترة اعتقاله وفترة وضعه وراء خلف القطبان يستمر في نفس العربادات وفي نفس السلوك يعني لا يتغير سلوكه الإجرامي فقط لأنه تمت محاصرته بالقانون وسيستمر في هذا السلوك الجزائر حتى لو بقي هذا المدعي وحده هذا الشخص المدعي الذي يحمل تلك الخرقة في أوروبا لوحده الذي هو من جنسيا موريتانيا لو بقي لوحده في البوليزاري ولا بقوا يقولون نفس الكلام لأنهم ارتبطوا عضويا أن أسسوا نظامهم السياسي وأسسوا فئلهم السياسي كله أسسوا على هذه القضية الوهمية وعلى هذا المشروع الوهمي وعلى العداء للمغرب وعلى مناكفة وحده الترابية المغربية وفي التالي سينكشفون أكثر أمام أنظر المجتمع الدولي سيتأزمون أكثر سيتمأزقون أكثر لكن أنا أعتقد أنه منطقهم ومنطق أمراء حرب كل ما كان هناك مأزق وكل ما كانت هناك أزمة وكل ما وجهة لهم الحصار إلا واستمروا فيه لأنهم ينتعيشون في هذه الأساليب فعلا ولكن هناك أجيال يرتهنونها ويرتهنون أيضا مستقبلهم هناك أزمة إنسانية هناك أطفال بلا مستقبل ترى ما مصيرهم نلاحد أخي يوسف أنه مثلا بعض الدول التي كانت قد انتهجت مثل الأسلوب مثل القدافي أو مثل صدام حسين أو بشار الأسد أو هذه الأنظمة التي تصطدم على المنظومة الدولية تصطدم مع الأمم المتحدة تصطدم مع الشرعية الدولية تصطدم مع منطق العالم إلى أن يسير في النهاية تجني على نفسها وفي الأخير تخرج من رحم كل هذا معادلات أخرى يتضرر هذا الشعب يتضرر في الوضع الراهن وسيتضرر أكثر إن بقوا على هذا التحجر وعلى هذا التزمت وعلى هذا التكلس لكن في آخر المطاف للشعوب كلمتها الشعب الجزائري لا يعنيه بفلسين واحد هذا الموضوع من قريب أو من بعيد الشعب الجزائري قضاياه كأي شعب العالم قضاياه أولويته وطنية محلية بالتنمية بالتعليم بالصحة بالتشغيل بربط علاقات وجسور مع الشعوب الأخرى بالانفتاح وما إلى ذلك هذه النخبة التي تحكم في الجزائر يعني هي غارقة إلى أخمص قدميه في هذا الخيار غير قادرة على التزحزح قيد أنمولة منه وستصطدم بالجدار كما حدثت تماماً مع كل هذه الأنظمة التي تتكلس بهذه الطريقة تنتهي إلى الاستضام بالجدار والتاريخ يعني شاهد أمامنا كثير من الأنظمة يعني هنا هو مصير القدافي مصير صدام حسين بشار الأسد هذه الأنظمة كلها ما نهايتها نظام حتى في السودان مجموعة من الأنظمة التي تأخذ خيارات من هذا النوع بالتكلس وتجتم على صدور شعوبها ينتهي بهذا الأمر إلى الاستضام بالجدار هذا منطق تاريخ لا يمكن الآن في هذا العصر إلا الحديث بلغة التنمية لغة العلاقات الودية بين الشعوب حل النزاعات المستعصية بالتفاوض وبالأساليب السياسية احترام الوحدات الترابية للدول عدم تدخل في شئون داخلية للدول هذه اللغة الآن التي تحدثها كل العالم بتقديرات الربح والخسرة وأنت ذكرت خيار القيادة الجزائرية باستمرارها في تعطيل أمد النزاع المفتعل حول الصحراء من المتضرر في استمرار الجزائر والقيادة الجزائرية في التدخل من المتضرر في استمرارها في التدخل في الشأن الداخلي للمملكة الحسن حظنا نحن كبلد أنه صاحب الجلل الملك الحسن الثاني رحمه الله وصاحب الجلل الملك محمد السريس حفظه الله يعني اختطى نهجا جعل الجزائر لن ولم تكن قادرة على أن تجعل هذا الملف يضر بخياراتنا الوطنية في التنمية في الاقتصاد في الانفتاح في نسج الشراكات في الانطلاق في أفاق فسيحة لذلك المتضرر الأساسي الآن من أعتقد من هذا النزاع المفتعل ومن محاورة جزائر أن تؤبده وأن تراهن عليه وأن تفعل كل شيء لكي يبقى هذا النزاع ومستمرار هي الشعوب منطقة المغاربية لأنه لو لم يكن هذا التعنت وهذا التكلس لدى هؤلاء العجزة ولو لم يكن هذا التفكير بهذه الطريقة والبقاء في هذه النقطة التي تعود أو كما ذكرتم في مقدمتكم تعود إلى منطق الحرب الباردة لو لم يكن هذا الوضع على هذه الحال لكانت الآن شعوب المنطقة المغاربية في مكان آخر وبدل الحديث عن دهنية سلوك قادة الجزائريين الآن لكنا نتكلم عن مشاريع سيكاك حديدية تعبر المنطقة المغاربية وعن موانئ كبرى في المنطقة المغاربية ولكنا الآن نتكلم عن طرق سيارة تربية القارة الإفريقية شرقها بغربها وشمالها بجنوبها لكنا نتكلم عن مشاريع أخرى كنا نتكلم عن قضايا أخرى أهم لكن أصروا على تجميد الزمن وعلى تجميد التاريخ وأصروا على أن يجعلوا هذه المنطقة وشعوب هذه المنطقة ومنطقة شمال إفريقيا والمغرب العربي وغيرها أصروا على أن تبقى خزانا لبرميل بارود من المشاكل أصبح الآن الأوروبيون والأمريكيون يقولون أن هذا برميل بارود ينبغي أن نزيله من أوجهنا وأن أي بقاء لهذا الوضع على هذه الحال يجعلنا في مهبريح أن تستطيع المشاكل أخرى أتي من الساحل والصحراء هذه لغة الأمم المتحدة قرار 26-0-3 يقول هذا وعلى الأقل قبل أشهر قليلة كانت صريح مهم لغوتانيش يتكلم فيه بنفس اللغة بنفس الكلام قولنا المشكلة الحقيقة الموجودة في الساحل والصحراء عن أي عبث وعن أي تفاهات تكلموننا حينما تقولون أن نريد الفصال في جنوب المغرب هذا الكلام مصبح واضحا هذه لغة العالم الآن حتى الشركاء الجزائر نفسها حتى من الذين علاقة مع الجزائر نفسها من مصطحاتهم أن يستقر الشمال إفريقيا وأن ينتهي هذا النزاع نهائيا بشكل لا عودة فيه أو لا عودة إليه أو لا بجاري الحديث عنه مجددا من أجل دهب صوب قضايا أهم وأشمل المحللة السياسية عبد الفتاح نعوم شكرا جزيلا لكم على حضوركم معنا اشتركوا في القناة